قالوا خبرة في ظل وضع عني حشي ربما يعني تخصي حياتك يعني احنا نقبل التحدي لأن هذا بلدنا يعني أنا ليش قبل أخو قال لي أخلي مكتبك بالخضراء ومشي البريد وأظل قاعد ومشي بريد من الخضراء مثل غيري يعني أكو وزراء غير النقل وزراء بغير النقل في حكومة المالكي الأولى ما دخلوا وزارتهم يوم واحد بما فيهم وزير الداخلية وزير المالية لكن اليوم انتهى الموضوع يعني هم تعاقدوا على فترات طويلة الأمد يعني بصراحة هذه الإشكالية الموجودة في وقتي كانت ثلاثة سنين أربع سنين أعلى عقد سبع سنين بنينا ميناء جديد للحاويات انطيناه سبع سنين وإيرادات الموانئ مئة بالمئة الآن عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ميناء يتحول جامعة جامعة نعم بناء جامعة بنص الميناء نعم هذا لأنه موقع استراتيجي ميناء المعقل نعم أيضا الطول مستثمر وبناء جامعة وبعدين تركه تحولت إلى مقر صار مبنى للمحافظة انبنت بصفها جامعة هاي بالميناء وراح انتهى الميناء ساحة الحاويات كلها صارت محافظة مبنى للمحافظة ومبنى يعني هاي البصرة كلها أنا أجي أبني جامعة إلا بداخل ميناء المعقل نعم وميناء المعقل يعني هاي الجول العالم تفتخر بالموانئ القديمة نعم يعني أنا شفت أحد المسؤولين قال ميناء المعقل انتهى لأن كانت البصرة الميناء بعيد عن مركز البصرة والآن كبرت البصرة هي البصرة أصلها مارقين أصل البصرة مركز البصرة هو الميناء نعم شلون البصرة توثعت ووصلت للمعقل والآن المعقل التي تريدون تلغونها هذا إلغاء ميناء المعقل موجرأ صحيح المفروض نفكر أن إيران نرجع مجرى شطى العرب ونعمقه حتى نفعل الميناء يتقبل عشرة متر الباخرة لكن نقطة